قوله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يوفكون وقد أشير إلى اليهود في القرآن الكريم بلفظ بني إسرائيل اثنين وأربعين مرة اثنين وأربعين مرة كقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين فقوله سبحانه وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل أن لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتموا إلا قليلا منكم وأنتم معرضون أما أهل الكتاب الوارد في القرآن الكريم فيقصد بها اليهود والنصارى معا ولقد ورد لفظها إحدى وثلاثين مرة مثل قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق أما لفظ الذين أوتوا الكتاب ورد اثنين عشرة مرة اثنين عشرة مرة والمقصود به كذلك اليهود النصارى كقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أيها الأحباب الكرام أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات لقد بلغ الخبث ببني إسرائيل إلى أن تطاولوا على الذات الإلهية ووصفوا الله سبحانه وتعالى بصفات خبيثة كنسبة الفقر والبخل إليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بصوتتان ينفق كيف يشاء اشتركوا في القناة